وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد النواب أن الجلسة شهدت مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والخاصة بقطاع الزراعة مشيرين إلى ضرورة توفير سعر عادل للفلاح في الزراعات التعاقدية تم منقشة عدد من طلبات الإحاطة في بعضها كان مرتبط بالأمن الغذائي والتوسع في زراعة الأمح وتوفير سعر عادل للفلاح في الزراعات التعاقدية والعودة للزراعات التعاقدية لأن الفلاح عايز يكسب ولو هو ما بيكسبش مش هيزرع فلو ما زرعش هيبقى عندنا مشكلة أمن الغذائي تتفاقم جوا مصر فعايزين يشجعوا على زراعة المحاصيل وخاصة المحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي في نفس الوقت اتكلم عدد كبير قوي من النواب عن محصول القطن ومصر عاملة مشاريع قومية في صناعات الغذة والنسيج والوزارة قطاع الأعمال اللي بنفتتح مشاريع جديدة فهذه المشاريع هتحتاج خمات فالخمات دي لازم الفلاح يتوسع في زراعة المحصول أو المحصول يكون لعائد اقتصادي عشان نقدر نشغل صناعات مرتبطة بي الوادي الجديد والأراضي الزراعية اللي موجودة في الوادي الجديد هي بيزرعوا بالمياه الجوفية مش مياه النيل فبالتالي التكلفة بتبقى أعلى بكتير من أي أرض زراعية تانية وبتبقى محتاجة حفر الأبار بتبقى محتاجة لعمالة بتبقى الترق غير ممهدة المسافة بتبقى طويلة جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى فأنا كان بالتالي أن التكلفة ما ينفعش أن التكلفة تبقى ثابتة على جميع الأراضي الزراعية دون النظر عن التكلفة الانتاجية الفعلية للمحاصيل